اشتركوا في القناة ضغوط واشنطن غير محقة ترامب للكاظمي جنودنا في العراق جهزون للمساعدة ضد أي تحرك من قبل إيران وأذرعها وكذلك في هذه النشرة مع تفاقم التوتع الشرق المتوسط واشنطن ترسل سفينة يوسيس هيرتشل إلى جزيرة كريتس اليونانية واتفاق بين أردوغان والوفاق يضمن للشركات التركية عقودا بعشرات المليارات وتعويضات مالية ونحاياكم مشاهدين إلى التفاصيل منذ سحاب ترامب من الاتفاق النووي تفرض إيران مبدأ أو ترفض مبدأ البحث عن عقد في اتفاق جديد فأوباما منحها امتيازات نووية تمكنها بعد مرور عشر سنوات على توقيعه من متبعة برنامجه النووي دون قيود من جهة أخرى تولي طهران همية لمسألة رفع الحظر عن شراء الأسلحة التقليدية والوصول إلى أسواق السلاح العالمية وهو أيضا ما كفله لها قرار مجلس الأمن 2231 بعد مضي خمس سنوات على توقيع الاتفاق النووي إدارة رئيس دونالد ترامب لديها رؤية أخرى لهذا القرار فرفع حظر الأسلحة المفروض على إيران سيسمح للدولة الأولى برعاية الإرهاب كما تصفها الإدارة الأمريكية بمد أذرعها الإرهابية في المنطقة والعالم أكثر فأكثر وهو أمر تعهد ترامب بعدم حصوله من خلال آلية سناب باك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر رسالة إيرانية لمجلس الأمن احتجاجا على سعي واشنطن لتفعيل العقوبات يأتي هذا قبيل ساعات من تقديم مايك بومبيو طالبا رسميا لذلك الرئيس الأمريكي أعلنها صراحة سنطلب من مجلس الأمن الدولي تفعيل ألية سناب باك من أجل إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران بدعوة انتهاكها التزاماتها النووية وقال ترامب أنه عازم على إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران والتي تم تعليقها في السابق وزارة الخارجية الأمريكية قالت أن بومبيو سيقصد نويورك اليوم وغدا لإختار مجلس الأمن بذلك ومشاهدين ترامب توقع أن يفوز بالانتخابات وأن تهرع تهران كما قال إليه في خلال شهر من ذلك طلبا لاتفاق جديد في شهر الأول الذي سيالي فوز في الانتخابات ستأتي إيران وتطلب منه التوصل إلى اتفاق بسرعة كبيرة لأن حالهم ليست على ما يرام نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا من واشنطن الدكتور حسن هاشميان الباحث المتخصص في شأن الإيراني دكتور أهلا بك معنا مبدئيا ما تقترحه الولايات المتحدة الأمريكية إلى أي مدى هو قانوني فعليا نعم تحية لكم وتحية لمشاهدين العربية أنا أعتقد هو قانوني 100% لأنه وفقا إلى بند 36 و37 من الاتفاقية النووية موضوع سنابباك أو إعادة العقوبات بشكل أوتوماتيكي موجود وحق إلى كل الدول الموقعة على الاتفاقية النووية هذه البنود لم تقول إذا دولة خرجت أو بغت ولم تتحدث إطلاقا عن موضوع خروج من هذه الاتفاقية أيضا الولايات المتحدة عندما خرجت من هذه الاتفاقية كان لديها أسباب واضحة ومعينة ووفقا إلى القوانين والمعاهدات الدولية إيران خرقت هذه الاتفاق وخرقت منذ زمن أوباما وليس مجي ترامب منذ شهرين بعد توقيع على الاتفاقية النووية إيران قامت بإجراء تجارب صواريخ باليستية لذلك هناك كان انذار من قبل حكومة باراك أوباما وإيضا من الأوروبيين النقطة التالية موضوع السنابباك في يوناير الماضي طرح أول مرة من قبل الأوروبيين وليس من قبل الولايات المتحدة هناك إيران قامت بتخليص التزاماتها في خمس مراحل تجاه الاتفاقية النووية والأوروبيين هم أول مرة هددوا بموضوع السنابباك سأعود لك حول هذه النقطة بتحديد عن موقف الأوروبيين لكن فضل بالبقاء معي دكتور لي نراجع مراحل عن موضوع الاتفاق النووي فمشاهدين في عام 2015 وقع الاتفاق النووي الإيراني بين طهران والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن أي الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الرئيس الأمريكي نذاك باراك أوباما وصف هذا الاتفاق بتاريخي واعتبر أنه سيقنن نشاطات إيران النووية وسيمنح بلاده ودول الأخرى فرصة مراقبتها عن قرب كما قال الاتفاق النووي الإيراني يحل مشكلة محددة وهي التأكد من أن إيران لا تملك سلاحا نوويا وهي أفضل طريقة الاتفاق لا يحل كافة القضايا العالقة لذا علينا الاستمرار في الضغط عليهم هذا الاتفاق نص في بنوده على تخلي طهران عن 98% من وخزونها من اليورانيوم المخصب ووافقت على تكفيك أكثر من ثلثة جهزة الطرد المركزي لديها كما حصرت نشاطاتها في التخصيب في منشأة ناطنز أيضا قبلت إيران في إطار الاتفاق بتحويل بعض المنشآت النووية إلى مختبرات بحثية رغم هذه التنازلات لأنها انتزعت اعترافا بحقها في تخصيب اليورانيوم على أراضيها حال مصادقة مجلس الأمن الدولي على الاتفاق النووي الإيراني سيعترف للمرة الأولى في تاريخه رسميا بالطاقة النووية لدولة نامية وسنتخذ هذا المسار بشكل تدريجي مشاهدين جاء هذا الاتفاق بمباركة أوروبية حيث أكدت مزئولة شؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي نذاك فدريكا موغريني الاتزام الجميع لتحقيق بنوده نحن ملتزمون تماما بالقيام بدورنا في تنفيذ جميع الأطراف للاتفاقية بكافة بنودها ونعلم جميعا أنها اتفاقية إلزامية للجميع وتتطلب منا القيام بدورنا لكن منذ أن تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلطاته انتقد هذه الاتفاقية وبشدة ورأى فيها تضاربا للمصالح الوطنية لواشنطن كما اعتبرها هذه الاتفاقية أكثر سخاءا مع إيران وأنها لا تمنعها من محاولة تطوير سلاحها النووي وبقي تصريحات هذا الاتفاق وضلوع الإدارة السابقة بتوقيعه إلا أنه أعلن انسحاب بلاده من هذا الاتفاق في سنة 2018 قبل عامين سحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني الكارثي والذي كان نتيجة فشل السياسة الخارجية لأوباما وبايدن هذا فشل لم يشهده سوى قلة من الناس فيما يتعلق بالمبلغ المالي الذي دفعناه مقابل حصولنا على لا شيء إطلاقا كانت صفقة قصيرة المدى نتابع هذا الموضوع من جديد مع ضيفنا من واشنطن الدكتور حسن هاشميان دكتور ما المنتظر من موقف البلدان الأوروبية وخاصة فرنسا دائمة العضوية بالأمم المتحدة الموقف هو حتى الآن واضح من قبل الأوروبين سيرفضون صيغة سناب باك لأنه لديهم تخوف أن هذا سيؤدي إلى موت كامل للاتفاقية النووية طبعا هناك في إيران جهات واضحة تريد الخروج من هذه الاتفاقية وأيضا حتى الخروج من معاهدة حضر الانتشار النووي لذلك لديهم هذا التخوف ولكن في الجانب آخر أنا لا أعتقد أن الأوروبيين موافقين تماما أن هناك حضر السلاح يتم رفعه من جانب الدول الغربية إلى النظام الإيراني وأعطاه ورغى بيضاء إلى هذا النظام في موضوع السلاح لأن الأوروبيين أيضا لديهم ملاحظات كاملة حول امتلاك إيران هذا السلاح حول موضوع تجارب الصواريخ البلسية وأيضا شراء سلاح جديد لذلك هذا هناك يجب أن نرى أن الأوروبيين يتجهون من خلال الضغوط على النظام الإيراني لدخول في موافقة جديدة في موضوع حضر السلاح وأيضا هناك مثلا اتفاق جديد يعني دكتور هذا وارد أن يكون هناك مقترح لاتفاق جديد يقترح على الجانبين هذا ما طرحه بوتين بأن هناك يدخلوا في مفاوضات مباشرة وهناك وسطاء موجودين الآن بين إيران وبين الولايات المتحدة ولكن موضوع السنابباك سيسرع من الموقف الأمريكي السنابباك خلال 65 يوم سيعيد العقوبات الأممية على إيران أوتوماتيكيا هناك مجرى آخر موجود وهو مجرى سنابباك وأيضا هناك مجرى موازي وهو المفاوضات والحديث عن انتفاقية جديدة واتفاقية بين أوروبيين وإيران واتفاقية بين روسيا وجميع اللاعبين أنا أعتقد أن موضوع السنابباك بدأ سريانه وبعد 65 يوم أوتوماتيكيا سيعيد العقوبات على النظام الإيراني سننتظر على كل اللي نتابع كل هذه التطورات وتشكرك دائما جزيلا شكر كنت معنا من واشنطن الدكتور حسن هاشميان الباحث المتخصص في الشأن الإيراني شكرا لك حسنًا موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وأود أن أقول في هذا السياق أن اجتماعنا يوم الأمس كان اجتماعا رائعا وقد توصلنا مع الجانب الأمريكي إلى تفاهم وكانت جل المناقشات التي أجرينها تصب حول مواضيع مختلفة منها ما يرتبط بمواضيع الاقتصادية والاستثمار والنفط والطاقة والغاز والكهرباء التي كانت في صميم تلك المناقشات وقمنا بالتوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم في هذا السياق كذلك ناقشنا أيضا العلاقات المرتبطة بالتعليم والثقافة وبعض القضايا الأخرى المرتبطة بالصحة ومحاربة فيروس الكورونا وكان جزءا من النقاشات قد تطرق إلى بعض المسائل الأمنية ولسيما فيما يخص كيفية إعادة تشكيل علاقتنا على هذا الأساس ويسعدني أن أقول بأننا توصلنا لاتفاق يوم الأمس وهذا الصباح من خلال اجتماعنا في البيت الأبيض الذي كان هو الآخر اجتماعا هاما بحيث حيث أكدنا على أهمية العلاقة المشتركة بين الطرفين وأحسبوا أنه في المستقبل غير البعيد سوف نرى ثمار تلك الزيارة ولهذا نحن هنا اليوم وما حققناه حتى اللحظة على مر الأيام الثلاثة الماضية فهذا يدفعني للقول بأنني الآن أنا مستعد لأي أسئلة أو أي ملاحظات إن كانت تتبادر لذهنكم شكرا جزيلا سعادة الوزير حسين ونشكركم على انضمامكم معنا في هذه الأوقات العصيبة التي يعيش فيها العالم في مواجهة هذا الفيروس قبل أن نتلقى بعض الأسئلة من الحضور أود أن أطرح عليكم بعض الأسئلة فقط إذن مشاهدين سنكتفى بهذا القدر كنا في متابعة لهذه الكلمة في الواقع مؤتمر صحفي افتراضي لوزير الخارجية العراقي ونبقى مع هذه الصور مشاهدين وترامب يتجاهل بانسلفينيا الآن وهذه الصور المباشرة تأتينا من هناك سنعود بعد قليل لفحو كلمة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين التي تحدث فيها عن أن زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي كانت مثمرة جدا وتحدث عن مذكرة تفاهم حتى ستفصل هذه المجالات التي تم الاتفاق حولها تحدث عن التعليم عن الثقافة عن الصحة وعن مجالات أخرى الآن إلى فاصل المشاهدين ومن بعده ماكرون لدينا رؤية مشتركة مع برلين حول الشرق الأوسط ونحييكم مشاهدين من جديد قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب خلال لقائه برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في واشنطن أن القوات الأمريكية تتواجد في العراق لمواجهة أي تحرك إيراني محتمل مشيرا إلى تطلع بلاده لليوم الذي تنتهي فيه الحاجة لبقاء جنود أمريكيين في العراق كما أوضح ترامب أن واسنطن تشارك في عدد من مشاريع التنقيب عن النفط في العراق حسنا سننهي تواجدنا في العراق خلال نقطة ما قلصنا عدد قوتنا بشكل كبير بالفعل نتعامل مع هجمات الميليشيات نتعامل معها ببساطة وسهولة لا أحد يمتلك أسلحة كأسلحتنا لا أحد يمتلك أي من الأشياء المتطورة المتوافرة عندنا لدينا الجيش الأقوى والأفضل في العالم عندما يوجه لنا أحد ضربة ما نرد بضربة أقوى بأضعاف ومن جهته يوضح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال لقائه برئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية مرفوضة وأنه لن يسمح بذلك كما شدد على عدم سماحه بأن يكون العراق عدة للاعتداء على أي دولة وقال الكاظمي أنه تفق ورئيس الأمريكي على تعزيز الشراكة الاقتصادية ومواصلة مكافحة فولو الداعش في العراق بكل تأكيد الاعتداءات التركية على العراق مرفوضة والدجتور العراقي كذلك لن نسمح للعراق بأن يكون منطلق لتهديد أي من جيراننا بكل تأكيد أن حوارنا مع الأتراك لتصحيح هذا الوضع وأنا تواقع أن حل هذه المشكلة فيما خص السيادة العراقية أن الأتراك سوف يتفهمون ظروف العراق وكذلك لن نسمح لأي طرف كانوا يهدد أي من جيراننا بخصوص السيادة العراقية يركز على أن العراق لن يسمح أن يكون هناك تحديد منطلقا من أراضيه بكل تأكيد موسيقى 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 معنا نتحدث عن مجال من بين مختلف المجالات التي نوقشت بين الجانب الأمريكي والعراقي نتحدث عن الجانب الأمني هل نحن ننتظر شكلا من أشكال التعاون الجديد بين الطرفين؟ نساء الخير شكرا على الاستضافة حدث هذا الهوار الستراتيجي كان إيجاد طرق جديد لتعامل مع هذه المرحلة الجديدة التي وصلنا عليها الآن تم قضاء على خلافة داعش 100% من الأراضي الإراكية وأيضاً إراق في وضع صعب جداً فيما يخص اقتصادها وبالإضافة إلى ضرورة مهاربة فيروس كورونا فالآن عبر هذه التشاورات بين الأقومة الإراكية والأقومة الأمريكية نحن نسعى إلى طرق لتعزيز الشراقة بيننا على مستوى عملياً ديبلوماسياً اقتصادية لتلبية حاجات الشعب الإراكي وأيضاً تحسين اقتصاد إراك وقدرات إراك على صد الهجمات كيف ذلك في صد الهجمات مثلاً لما نتحدث عن المجموعات المسلحة والميليشيات المسلحة في الداخل العراقي كيف يمكن أن يكون حاضر دور الأمريكي لصد هذه الهجمات كما تفضلت بالإشارة تعمل ولاية المتحدة في إطار التحالف الدولي لتدريب القوات الإراكية وتقديم التجهيزات والمساعدة اللوجستية ومن خلال هذه الشراكة تم تدريب أكثر من 200 ألف جندي إراكي والولايات المتحدة تطلق بقدرات القوات الإراكية لحماية البلد وحتى الآن قد رأينا تقدم ونجاح من قبل القوات الإراكية فيما يخص القيام بالعمليات جد داعش والتحديات الأمنية نعم هل نفع من هذا الكلام سيدة جيرالدين بأن القوات الأمريكية باقية في العراق بل وسيكون ربما هناك تعزيز لحضورها في الداخل العراقي علاية المتحدة تقوم بتشاورات دبلوماسية مع أهلكم الإراكي وأيضاً عضو التحالف الدولي عن محية الأدد الأنسب للبصمة الأسكرية في عراق وفي نهاية المطاف ما يهمنا هو قدرات الهكومة الإراكية والقوات الإراكية في قيام بواجباتها وحماية هذا البلد فنحن ندرس هذا الملف مع الهكومة الإراكية ونحن سوف نواصل في الشراقة الأسكرية شكراً جزيلاً لك يا سيدة جيرالدين جريفث المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية وفي شأن عراقي آخر اختلم مسلحون الدكتورة في مجال التغذية والناشطة ريهام يعقوب بعد إطلاق النار عليها داخل سيارتها وسط البصرة وقالت مصادر أمنية وطبية أن الناشطة العراقية قتلت الأربعاء ووصيب ثلاثة بجروح عندما فتح مسلحون مجهولون النار على سيارتهم في مدينة البصرة جنوب العراق وذكر مراسل العربي أن خمسة أشخاص اختيلوا في العراق الأربعاء مضيفاً أن كل من تم اغتياله كان قد التقى بالقنصل الأمريكي العام الماضي وكانت صحيفة مهر الإيرانية حرضت على ريهام يعقوب على خلفية مشاركتها بتظاهرات 2018 الريد كهرباء الناس جاء يتموت ليش أنا شنو لأن قال أريد ماء الماء هم خايشربوه أنا تتأتمنى وزيرة الصحة من كانت تجي البصرة ويطوها قلاس من ماء البصرة وما حد يعيش لنعيشه وما حد يحسبينا إحنا من وصلنا مرحلة مح يا أختي بعد وعينه ما حد يوقف لنا البصرة شباب نسوان إذا ما نوقف لأنفسنا والله نروح بالحضيط والدليل السحنة طالعين من وقفوا إني شنو الأمور اللي اتخذوها شنو الإجراءات مقابل يومين قول المشاغبي شوفي أنا تعمدت أنا عندي صفحة عامة 25 ألف متابع تعمدت يوميا أطلع الصبح أساوبة مباشرة حتى أقولهم يا بالبصرة ما احترقت المتظاهرين ترى ما دمروا شي لا صدقون الحاجة يعني الطبين مشاغبين حرقوا ودمروا لأجل تدمير البصرة لأجل حرق البصرة لأجل لأجل إحنا لازم نوصل صورة صح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تقرير لصحفة ديفيلت الألمانية أن حزب الله تلقى ثلاث شحنات من ترات الأمونيا بإشراف فيلق القدس تابع للحرس الثوري الإيراني في ذات الفترة التي كانت المادة متواجدة في المرفأ هذا التقرير وإن لم يربط بين شحنات ميليشي حزب الله والمادة الكيموية الموجودة في المرفأ إلا أنه أكد أن حزب الله استخدم الأمونيا في العديد من عملياته حزب الله وفيلق القدس الإيراني متورطان بشكل مباشر بانفجار بيروت الذي مسح نصف معالم العاصمة هذا ما أشار إليه تحقيق استقصائي لصحيفة فيليت الألمانية استند على تقارير استخباراتية كشفت عن شراء حزب الله اللبناني لمادة نيترات الأمونيوم في ذات الفترة التي كانت المادة موجودة في مرفأ بيروت وفق التحقيق فإن ثلاثة شحنات طلقتها الميليشيا من الأمونيوم كان المسؤول عن تسليمها الحرس الثوري الإيراني الأولى كانت في السادس عشر من يوليو عام 2013 بكمية بلغت مائتين وسبعين طن وبتكلفة تعادل أكثر من مائتي ألف دولار هذه العملية تمت تحت مرأة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في العام ذاته وفي الثالث والعشرين من أكتوبر حصل حزب الله على الدفعة الثانية وبنفس الكمية غير أن تكلفتها هذه المرة بلغت حوالي مائة وسبعين ألف دولار بينما سلمت الشحنة الثالثة في الرابع من أبريل عام 2014 بتكلفة قدرت بحوالي خمسة وسبعين ألف دولار الشحنة الأخيرة هذه لم تحدد كميتها بشكل دقيق إلا أن الصحيفة قدرتها بتسعين إلى مائة وثلاثين طن مستندة إلى التكلفة بالمحصلة وفق تقرير الصحيفة فقد قدر حجم نيترات الأمونيوم في الشحنات الثلاث من ستمائة وثلاثين إلى ستمائة وسبعين طن ورغم أن التحقيق لم يربط الشحنات التي حصل عليها حزب الله بتلك الموجودة في المرفأ لكنه ذكر أن الميليشيا استخدمت مادة نيترات الأمونيوم مرارا وتكرارا في عملياتها في حين رأى خبراء أن سببين محتملين وراء قيام حزب الله بتخزين المادة إما لاستخدامها في معارك خارجية أو لعمليات اغتيال داخلية إلين يوسف العربية أفد موقع Voice of America بوصول السفينة الحربية الأمريكية الضخمة يؤسس هيرتشل وودي ويليامز إلى جزيرة كريت اليونانية في مهمة لمراقبة التوترات المتصاعدة بين اليونان وتركيا دولتان العضواتان في حلف الناتو ويصف خبراء عسكريون هذه السفينة بالقاعدة العسكرية العائمة حيث يبلغ طولها 230 مترا أي ما يقدر بحجم بعض ناحات السحاب أو ناطحات السحاب وكانت ترس قبالة مدينة نابوليا الإيطالية في توقف لوجستي بسبب التوترات بين تركيا واليونان وتعتبر هذه السفينة الثانية من فئة جديدة من السفن الضخمة التي تستخدمها البحرية الأمريكية كمراكز نقل ودعم سريعة ترجمة نانسي قنقر وعن هذه السفينة نتحدث للمزيد من المعلومات مع زمينة من جزيرة كريت حسين قنيبر مفد العربي حسين أهلا بك معنا نتحدث أولا عن ما وصلك من تفاصيل ربما إضافية تفسر لنا هذه السفينة وما مدى أهميتها طبعا يعني هنا في اليونان قيل القليل عن هذه السفينة لكن جرى الحديث بشكل عام عن الانتشار العسكري لأكثر من دولة ومن ضمنها الآن وصول هذه السفينة الأمريكية اليونان ليست واثقة من أن وصول سفينة أمريكية سيساهم في تخفيض التوترات وفي حل النزاع على شكل الذي ترتئيه أثناء لأن الحكومة اليونانية تقول همسا أن الموقف الأمريكي ضمن الحلف الأطلسي هو الذي أدى إلى ذهاب تركيا أبعد من الحد الذي أرادها الأوروبيون أن تذهب نحوه إذن اتهام يوناني ضمني بطبيعة الحال وغير مصرح عنه للولايات المتحدة بدعم الموقف التركي ضمن الحلف الأطلسي وهذا ما أضعف الموقف الأوروبي الداعم لقبرس واليونان تقول مصادر قريبة من الحكومة اليونانية لكن رسميا طبعا هذا الكلام لا يقال لعدم إثارة حساسية الولايات المتحدة ولكن هنا في جزيرة كريت يعني في المكان الواقع خلفي ربما في مواقع ليست بعيدة عن هنا تنتشر تعزيزات فرنسية من ناحية وأيضا تركيا ويونانية تركيا ليس بعيدا عن شاطئ أنطاليا التركي وفي منطقة لا تبعد عن النقطة الواقعة بين جزيرتين كريت وقبرس في هذه المنطقة تنتشر تعزيزات تركية وأيضا هناك تعزيزات يونانية في مواجهة هذه التعزيزات التركية وفي الوقت نفسه هناك تعزيزات فرنسية كانت وصلت الأسبوع الماضي من خلال فرقاطة التي نفذت الأربعاء الماضي أي قبل ثمانية أيام تدريبات مشتركة فجر الأربعاء الماضي يونانية فرنسية وهناك أيضا حاملة الطوافات الفرنسية تونير في المنطقة أيضا في شرق المتوسط وطائرة رفال نقلت من قبرس إلى اليونان طائرة فرنسية تانريم شكرا جزيلا لك زمين أحسن قنيبر موفادة العربية إلى جزيرة كريت شكرا لك أكد رئيس الفرنسي مانويل ماكرون عقب لقائه المستشارة الألمانية أنجلا ميركل أكد رغبة الطرفين في ضمان استقرار شرق المتوسط والدفع في اتجاه خفض التسعيد لدينا رغبة مشتركة في ضمان استقرار شرق المتوسط واحترام القانون الدولي والدفع باتجاه خفض التسعيد المقاربات لم تكن دائما نفسها من حيث الآليات لكنها تلاقت من حيث الرغبة لجعل شرق المتوسط فضاء للحرية واحترام القانون الدولي والاستقرار هدفنا الاستراتيجي هو السيادة الأوروبية والاستقرار في شرق المتوسط الموقف الألماني مشاهدين يؤثر على الموقف الأوروبي عموما تجاه التجاوزات التركية شرق المتوسط فألمانيا أكبر شريك تجاري لتركيا وأقرب حليف لها لم تنظم حشود السفن العسكرية في الجزر اليونانية المستشارة الألمانية أنجلا ميركل تتبنى محاولة إقناع أثناء وأنقراء بالدخول في مفاوضات بشأن المطالبات المتضاربة لكل جانب حول الحقوق الجوية والبحرية في المنطقة ألمانيا كانت مترددة في دعم عقوبات صارمة ضد تركيا ولكنها نصحت الحكومة في أنقراء بسحب سفنتها للمسح من المياه المتنازعة عليها إلى فاصل ومن بعده التغير المناخي يطلق فيروسات دافينة منذ ألف السنين قبيل طلب تفعيل العقوبات تهران تحتاج لمجلس الأمن وتعتبر أن ضغوط واشنطن غير محقا ترامب للكاظمي جنودنا في العراق جاهزون للمساعدة ضد أي تحرك من قبل إيران وأذرعيها مع تفاقم التوتر شرق المتوسط واشنطن ترسل سفينة واساس هرتشل إلى جزيرة كريت اليونانية واتفاق بين أردوغان والوفاق يضمن للشركة التركية عقودا بعشرات المليارات وتعويضات مالية ونحييكم مشاهدنا إلى التفاصيل من جديد موقع أحوال تركية أن أنقراء أبرمت اتفاقات مع حكومة الوفاق تتح لها فتح السوق الليبية أمام المقاولين الأتراك ما يسهم في حصولها على إرادة تصل إلى 35 مليار دولار هذه الاتفاقية تسمح لنحو مئات شركة تركية لاستمرار في أعمالها مع دفع تعويضات عن أضرار لحقت بممتلكتها وبحسب الموقع فإن حجم الأعمال التركية في ليبيا يبلغ 13 مليار دولار وتشمل هذه الصفقة مشاريع غير مكتملة بقيمة 19 مليار دولار لما مجموعة 35 مليار دولار من مشاريع البنية التحتية هذا التقرير أشار إلى أن نحو مليار دولار ستسلمها الشركة التركية في ليبيا كتعويضا عن خسائر سابقة بالإضافة إلى مليار و700 مليون دولار كدفعات المقدمة وضمانات للمشاريع الجارية ومليار و300 مليون دولار أخرى عن أضرار لاحقت بمعدات وألات تمتلكها شركة تركية في الشأن السورية الآن كشفت واشنطن عن حزمات عقوبات جديدة ستفرض على النظام السوري بموجب قانون قيصر وبحسب بيان الخارجية الأمريكية فإن هذه العقوبات الجديدة ستشمل قادة في حزب البعث وضباطا عسكريين بموجب ما يعرف بقانون قيصر تتوالى العقوبات الأمريكية على النظام السوري آخرها حزمة جديدة تستهدف ستة داعمين لنظام الأسد من ضباط العسكريين وقادة في حزب البعث واشنطن اختارت توقيتا يصادف الذكرى السابعة للهجوم الكيماوي على الغطط الشرقية بريف دمشق الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1400 مدني واتهم النظام السوري بتنفيذه ووفقا للخارجية الأمريكية فإن العقوبات الجديدة تستهدف ياسر إبراهيم وهو عقيد بجيش النظام وصفه البيان الأمريكي بأنه مساعد لبشار الأسد ويتهم بعرقلة الحل السياسي وإبرام صفقات من شأنها إثراء النظام وأيضا محمد عمار الساعاتي وهو قيادي بارز في حزب البعث وزوجته لون الشبل وهي مذيعة سابقة بقناة الجزيرة القطرية وتقول الولايات المتحدة إنها عملت سابقا مستشارة إعلامية لنظام الأسد قائمة العقوبات طالت أيضا المدعو فادي سقر وهو قائد ما يسمى بقوات الدفاع الوطني وغياث دلة قائد اللواء 42 في الفرقة الرابعة ولحقت العقوبات أيضا بسامر اسماعيل قائد فوج حيدر التابع لما تسمى بقوات النمر الخارجية الأمريكية قالت إنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال ما ينتهكه نظام الأسد بحق السوريين وأكدت على ضرورة وقف إطلاق نار شامل في البلاد والبدء بالعملية السياسية وفق القرار الأممي 2254 وأشارت إلى أنها ستواصل ضغطها على نظام الأسد وداعمه إلى موضوع آخر الآن مشاهدين موضوع صحي فتأثيرات حقيقية باتت ملموسة يشهدها كوكب الأرض بسبب التغيير المناخي دعت إلى تكثيف الجهود البحثية في هذا المجال دراسة المهمة نشرها موقع بلانات نيوز العلمي توصلت إلى أن الاحتباس الحراري الناتج عن التغييرات المناخية تسبب بتنشط مجموعة من الفيروسات والبكتيريا كذلك مشيرين إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد في حدود الدائرة القطبية الشمالية حرر هذه الكائنات التي اعتبرت لفترات طويلة ميتة داخل التربة وحذر القائمون على هذه الدراسة من أن الخطر الأساسي يكمن في بقايا الحيوانات المحفوظة في الجليد ذلك أنها تحتوي على مجموعة كبيرة من الفيروسات والبكتيريا الخطيرة ما ينعكس على الإنسان المعاصر ويؤدي إلى انتشار أو بيئة جديدة خطورة هذا التغيير المناخي على حياة الإنسان تنولتها دراسة أخرى نشرت في دورية نيتشر انتجي حيث حذر الباحثون من انقراض الجنس البشري بسبب الغازات الدفينة الناتجة عن النشاط الصناعي للإنسان وتشير هذه الدراسة إلى أن استخدامات الطاقة في العالم ينطوي على كميات هائلة من غازات الاحتباس الحراري بما في ذلك انتاج الكهرباء والتدفئة وتبريد المباني والمركبات أو تصنيع الصلب والإسمنت وغيرها في هذا السياق اقترح باحثون عددا من الحلول للحد من هذه التأثيرات السلبية من بينها خلق أنظمة تخزين حراري تسمح بتخزين الطاقة المتجددة لاستخدامها لاحقا لفتين إلى أن هذا الانتقال من الاعتماد على الوقود الأحفوري للطاقة النظيفة كان يجب أن يحصل قبل سنوات وأن يجمل إصلاح كامل البنية التحتية للطاقة ومشاهدنا نفهم أكثر ما يحدث في هذا التغيير المناخي مع ضيفتنا من ميشيغان عبر سكايب وضيفنا دكتور علي فاطوم الباحث في علوم الأمصال البكتيرية والفيروسية اعذرني دكتور أهلا بك معنا وسعد بوجودك معنا في الواقع لنفهم هذه الفيروسات وهذه البكتيريا وإلى أي مدى هي خطيرة يعني هي فعلا كانت ميتة داخل التربة والاحتباس الحراري أفاقها وكيف حصل ذلك أهلا المزبوط الاحتباس الحراري يصل لفترة وطبعا خلال هذه الفترة لم نحصل على مكروبات جديدة وعلى فيروسات جديدة هذه الفيروسات التي تأتي من فترة إلى فترة هي فيروسات تمر من خلال الأجسام الحية وموجودة في الأجسام الحية وليست في الأجسام الميتة بموت الجسم لا تستطيع الفيروسات أن تتكاثر وأن تتأقلم ولذلك نحتاج إلى أن تكون موجودة في داخل الجسم حي أما بالنسبة لباقي الأشياء طبعا من ناحية المبدأ هناك إمكانية أن يكون هناك بكتيريا معينة تستطيع أن تنفذ إلينا من خلال هذه التغييرات فمثلا وجدنا أنه في قاع البحار مثلا المناطق الموجودة في قاع البحار في الترسبات هناك فالترسبات الجيرية الموجودة هناك تبين أن هناك بكتيريا موجودة وهذه البكتيريا تستطيع إحياءها من جديد أو إعادتها للحياة أنها لم تكن ميتة وأنها كانت نسبة الميتابوليزم الموجودة فيها مستدائلة جدا فبينما البكتيريا العادية تستطيع أن تتكاثر وأن تنقسم خلال 10 إلى 15 دقيقة هذه البكتيريا أخذ لها أكثر من 60 يوم حتى أنها تكاثر إذن هناك تغييرات معينة لهذه البكتيريا وهل تستطيع هذه البكتيريا أن تخرج وتعطينا وتتأقلم للجو الجديد الموجود الآن من ملايين السنين موجودة هي قادرة فعلا على ذلك؟ هي قادرة؟ هناك دراسات تثبت بأنها قادرة على العودة وعلى التأقلم؟ نعم هناك الدراسات التي عملت على الترسبات التي في المحيط أن البكتيريا هذه موجودة لأكثر من 100 مليون سنة وهذه البكتيريا يمكن أن إعادتها بإعطاءها مثلا النيتروجين والكربون مصدر للنيتروجين والكربون استطاعتها أن تعود إلى الحياة وأن تتكاثر وهذا ما حصل عندما أعطوه لهذه البكتيريا هذه المواد إذن ما الذي حصل بهذه البكتيريا ليست ميتة بالمعنى الميت وهي ليست في إطار وجود حوصلة معينة زي سبورز من سميها التي لا تتأثر في الخارج وإنما هي موجودة وحية وقادرة على النمو ولكن نموها كان بطيئا جدا وتستطيع إنزال نسبة النمو إلى نسبة ضئيلة جدا وهي في الأصل متأتية من ماذا؟ يعني في بعض هذه الدراسات هناك حديث عن أجسام انقرضت لكن البكتيريا وبعض الفيروسات ظلت موجودة واليوم هي قادرة على العودة هل هذا ممكن؟ من ناحية المبدأ ممكن أن تستطيع البكتيريا أن تتأقلم حتى في الجو الدرجة الحرارة المنخفضة وحتى في درجة الملوحة العالية زي البحر الميت مثلا هناك بكتيريا موجودة في البحر الميت وتعيش في البحر الميت على نسبة ملوحة 30% هناك أيضا البكتيريا التي تحدثت عنها بالنسبة لقاع البحر إذا كان هناك أجسام وتحتوي على بكتيريا وهذه البكتيريا استطاعت أن تأخذ خاصية إنزال نسبة النمو تبعها إلى درجة أنها تستطيع أن تستمر لملايين السنين فممكن أن يحصل ولكن هذا الشيء طبعا من باب التقدير وليس من باب الفعل أنه حصلنا ووجدنا هذا الشيء يعطل نعم أود شكرك دائما على الحضور وعلى كل ما تتفضل به من معلومات كنت معنا من مشيقين عبر سكايبا دكتور علي فاطوم البحث في علوم الأمصال البكتيرية والفيروسية شكرا لك أشارت منظمة صحة العالمية الخميس إلى أن أوروبا يمكنها مكافحة فيروس كورونا المسجد من دون عمليات إغلاق كاملة وأوضحت المنظمان سلطة أصبحت أفضل استعدادا مع اكتساب المعرفة حول كيفية مكافحة الوباء في الأشهر الأخيرة يأتي هذا فيما سجلت المنطقة الأوروبية تابعة لمنظمة صحة ما يقرب من أربعة ملايين إصابة مؤكدة بكوفيد-19 وحوالي 215 حالة وفات أو ألف حالة وفات وإلى أخبار الرياضة الآن مع زميل محمد القناص إلىك قناص شكرا جزيلا ريم أخبار رياضة حياكم الله فاز النصر على مضيف التعاون بأربعة أهداف لهدف واحد في افتتاح منافسات اليوم الثاني من الجولة السادسة والعشرين من الدور السعودي تقدم النصر بهدفين في الشوط الأول من المغربي عبد الرزاق حمد الله ومواطني نور الدين مرابط وعقب الاستراحة وضاف حمد الله الهدف الثاني قبل أن يقلص هيلدون أغسطو النتيجة للتعاون بهدف يضيف بعدها حمد الله رابعة أهداف النصر من ركلة جزاء قبل النهاية بدقيقة وتغلب الوحدة على مضيفه العدالة بأربعة أهداف لهدفين في مباراة مثيرة جدا تقدم العدالة أولا بهدف سواس قونتوزوغلو من ركلة جزاء وسجل الوحدة ثلاثة أهداف بتتالية عبر أنسيل مودوم رايس الذي سجل هدفين ويوسف نيكاتي ثم قلص الوحدة النتيجة بهدف ثاني من نايف هزازي قبل أن يعود يوسف نيكاتي ويسجل رابعة أهداف الوحدة بالمقابل وعلى ملعب مدينة المجمع الرياضي انتهت مباراة ضمك والفيحة دون أهداف يلتقي الجمعة شبيليا الإسباني وينتر بلان الإيطالي في نهاي الدوري الأوروبي في مدينة كولن الألمانية ويسعى الفريق الإسباني للفوز باللقب للمرة السادسة في تاريخه فيما توجى الإنتر باللقب ثلاث مرات من قبل نهاية الدوري الأوروبي سيكون مصرحا لصراع كبير ومرتقى بين المدربين الإيطالي أنتوني كونتي ونظيره الإسباني يولين لوبيتيكي على لقب البطولة ويطمح كونتي في إحراز أول بطولة أوروبية له في موسمه الأول كمدرب لإنتر ميلان وزيادة معاناة نظيره في إيشبيليا يولين لوبيتيكي مع الألقاب علما أن كونتي فاز بثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي مع يوفينتوس ثم لقب الدوري الإنجليزي مع تشيلسي استدعي نجم برشلونة الشاب عن صفاتي إلى منتخب إسبانيا للمرة الأولى من أجل مواجهتي ألمانيا وأوكرانيا الشهر المقبل في النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية وذلك بحسب التشكيلة التي أعلنها المدرب للعائد لويس الريكي وغاب عن تشكيلة جوردي ألبا وساون نيغيز وتلتقي إسبانيا في الثالث من سبتمبر مع ألمانيا في مستهل مشوارها في النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية قبل أن تستضيف أوكرانيا في السادس منها أعلنت رابطة الدوري الإنجليزية الممتاز جدول المسابقة للموسم والذي ينطلق في الثانية عشر من سبتمبر المقبل وسيبدأ حامل اللقب نادي ليفردبول مشواره بلقاء ضيفه الوافد الجديد ليتز يونايتد فيما يلتقي تشلسي في الجولة الأولى مع برايتون ويحلو أرسنال ضيفا على فولام وتم تأجيل مباريات مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بعد مشاركتهما في البطولات الأوروبية كانت هذه أبرز أخوان رياضة معدلان إلى ريم لاستكمال الناشرة إليك ريم ونتابع مواضعنا بالعاجل الذي تابعناها أسفل الشاشة منذ قليل ونذاكر به واشنطن تطالب بتفعيل العقوبات على إيران بصفة رسمية الآن بسبب خرقها الاتفاق أنه موضوع سيبقى للمتابعة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لا علم له تماما بحملة ستيف بانون لجمع تبرعات لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك والتي اعتقلته الشرطة الفيدرالية بسببها وتهمت محكمة منهات الفيدرالية بانون وثلاثة أشخاص آخرين بالاحتيال وتنص هذه التهمة على اختلاسهم أكثر من 25 مليون دولار تبرع بها أنصار ترامب لدعم بناء الجدار العازل على طول الحدود مع المكسيك من جهتهم تنع البيت الأبيض عن التعليق على اعتقال ستيف بانون ختاما العنوين قبيل طلب تفعيل العقوبات تهران تحتاج لمجلس الأمن وتعتبر أن ضغوط واشنطن غير محق والآن واشنطن فعلا طلبت تفعيل العقوبات ترامب للكاظمي جنودنا في العراق جاهزنا للمساعدة ضد أي تحرك من قبل إيران وأذرعها مع اتفاق من التوتو الشرق المتوسط واشنطن ترسل سفينة U.S. هيرتشالي إلى جزيرة كريت اليونانية واتفاق بين أردوغان والوفاق يضمن للشركات التركية عقودا بعشرات المليارات وتعويضات مالية هذه الناشة نتحت مشاهدينا